بشيء القبس يعني سبع نواب وقعوا طلب عدم التعاون مع المحمد يعني المعروف دستوريا ما يجوز ولا يصير انك توقع طلب عدم التعاون الا بعد سماع الاستجواب وردود سمو رئيس الوزراء وطبعا تعليقات ثلاث نواب مؤيدين وثلاثة معارضين وبالتالي الحكم هم نواب مجلس الامة الخبر يقول اعضاء كدة التنمية والصلاح والشعبي اتفقوا على هذا الامر وانستنا طبعا الخبر النائب جمعان الحربش ووليد الطبطائي رفضوا التوقيع طبعا بحجة انه ما يصير هذا الامر لكن ذكرين ان فيصل مسلم فلاح الصواق وقعوا على الطلب الإضافي لأحمد السعدون ومسلم براك خالد طحوس وعلي الدخباسي اش رايك في هذا الخبر يعني قبل الجلسة ولم يعرض الاستجواب ولم يناقش هناك سبع نواب وقعوا كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء واضح النية مبيتة والله يبقى انا شكي في مصداقية هذه الأخبار هذا عموما دائما القبس يعني ان شاء الله انها صادقة نادرا يعني ما تكون أخبارها احنا انا ودي اريد على القبس اقول والله الموضة الحين صارت كتبون بعريضة تأييد للوزير ما هي طرح ثقب العكس العكس نفس نعلم نجراء غير دستوري نفس الـ 34 نائب اظن الوقت يتعلق في الأزمة الرياضية لكن انا استوقفني اليوم تصريحات النائب صالح الملة قال لن نقدم استجاوي يوم الـ 14-6 ضد سمو رئيس الوزراء امنا بالله ممتاز بعدين سننتظر ماذا تعمل الحكومة على موضوع الأزمة الرياضية واضح جدا من هذا التصريح أن يعني مثل اللي وضع العصة في الدولاب للحكومة يعني كأنه يعني تهديد مبطن ما رح نقدم لكن ننتظر إجراءات الحكومة حول الأزمة الرياضية واضح طبعا المطلوب هو إقالة الشيخ طلال الفهد من رئاسة الاتحاد وإلا لم يقيد رح يقدم الاستجواب يعني هذا إذا أخذنا إذا عكسنا الموضوع يعني الآن يقول ما رح نقدم الاستجواب ننتظر إجراءات الحكومة طيب ما هي إجراءات الحكومة إذا لم تقوم حكومة إجراءات إذن رح نقدم استجواب ضد سمو رئيس مجلس را اتهام مبطن نعم شوف هذا الاستجواب هم بعد غير مستحق وهذا الاستجواب ما يختصوا السياسة العامة للدولار أنا شوفوا شديد وقفشت هو طبعا فيه تصريحات نعم صير اليوم تصريح جميل لما سألوا عن الرياضة في مجلس الامة قال أزمة نفوز وليسة نصوص ولكن تعرض لهجوم من النائب مرزق غانم قال حول أقوالك الأفعال وهجمه النواب بهذا الطريق لا أبو أصيب فيها بس أنا أقول رئيس الاتحاد طلال غير شرعي والاتحاد غير شرعي وكان يفترض الحكومة أن تتحرك وترجع الاتحاد وترجع المبنى الاتحاد والأختام وغيرها وغيرها الفلاح نفس الشيء صدر لحكم المحاكم الكويتية ولا راح لجأ للهيئة وأخذ الأختام ولا كسر بيبان ولا غير فول بيبان ولا غيرها هذا اللي صار لجوء لمحكمة خارجية ولم يصدق منه المحكمة داخلية ولم ينفذ لك دائرة التنفيذ الداخلية ما نفذت لك إياه لا بد تنفذ ويوقع لك على محظر الاستلام وستسمى الرجل من الداخلية ما ينفذ لك إياه ناصر الطاهر أو غيرها اللي ينفذ لك دائرة التنفيذ الوزارة الداخلية كان يفترض شديد لكن فعلا استجواب غير مستحق غير مستحق يعني دخل رئيس الوزراء يمكن فيه أمور متاهات أعتقد الخلافات الرياضية انتقلت لمجل سمو الآن قاعد تصل إلى تهديد باستجواب سمو رئيس مجل سجراء على موضوع أقيلوا طلال الفهد أو ردوا الشيخ طلال الفهد يعني أعتقد يفترض أن نواب مجل سمو يرتقون بالعمل السياسي الأكبر من شديد ولا يدخلون الصراعات السياسية للأسف في علاقة الحكومة من جلس أن تصفيات حسابات تصفيات حسابات للأسف أقصر حدين فعلا يعني أنا أضع فعلا إيدي بيدك على هذا الموضوع هو صاحب الأغلبية نعم هو صاحب الأغلبية طلال الفهد إن كان قانون على الأربعة أش أو الخمسة هو صاحب الأغلبية أحنا ما في نقاش عندنا وهذا اللي يمكن قد يكون مزع للبعض لأنه فعلا الأربعة أشو الأربعة هو مصيط ومصيط ومصيط ورح يكون هو رئيس الاتحاد حتى ونقيل الآن وعد للنظام ورح يرجع طلال الفهد ويمكن هذا البعض يحاول الأزمرياضية تستمر تطول حتى لا يمسك طلال الفهد عموما أخ صلاح الدين لدينا فقرة الكاركتير الشاهد نشوفها ونتمنى منك تعليق على كاركتير الشاهد قربة التجارة وهذا اتحاد كرة القدر هذا قربة التجارة للاتحاد الكويتي الكرة قدر هل فعلا المعبر هذا الكاركتير؟ والله أنا حم بعد أشكك في المسألة أن يصير بينهم التسويات واتفاقات على النواب أكبر من هذه الأمور التنسيق ممكن يكونه يفرض الواقع أنك تنسق لكن ليس مسألة على المباطر هو المقصد أن المسيطر على الاتحاد الكرة هو واحد من غرفة التجارة أنا اللي أقرأت شيئي بالطريقة هذه واحد من غرفة التجارة؟ أكيد يعني واحد يعني مرزوق الغانم ماذا يمثل يعني؟ لا أبوه ما لشغلة لا هو نائب الأمة عمون هو نائب الأمة يعني فعلا هذا الأمر لكن واضح أن الصراع واضح بين مرزوق الغانم و بين طلال فهد يعني ما يخفي على أي مواطن الكويت تصفية اصابات و الضحية صارت الكرة الكويتية نعم واضح هذا الأمر نعم أنا وياك أنا فاهم الأمور هو لجنة الانتقالية هذه رأسة أحمد يوسف في الأشر اللي طافت حاولت تسعي بينهم واغنعت الفيفا وتعديل الغوانين وكل هذا الاتفاق من الطرفين ما تهم لا هذه اللي أعدلوا الغوانين الرياضية ولا طلال فهد استجاب وراحوا اشتكى برا لا هذا ولا هذا والحل في الموضوع الرياضي؟ الحل؟ ما لا حل لا الحل ما لا حل ما لا حل لازم تنازم الطرفين وإن كانت طبعا مشاهدي الكرام السياسة تتنبأ بأن يوم الاثنين القادم راح يكون هناك حل نهائي وقد يعني السياسة الحل لازم تدخل الحكومة لقاء حاسم ينهي هذا الأمر وواضح أنه يعني أنه هناك يعني تدخل كما يقول يعني ثقيل جدا راح يتدخل في هذا الموضوع كل حل لازم يصير عند رئيس الوزارة ينادي الطرفين ويجلس معهم جلسة ودية ويصف النفوس ويعد الأمور هي عن طريق تعديل القوانين وتنفيذها نعم تنفيذ حكم الكاس لبرا وتعديل القوانين الداخلية نعم وعادة تعديلها مرة ثانية إذا تطلب الأمر نعم هذا الحل هذا هو هي تصوية النفوس بين الطرفين نعم وهذا فعلا تصوية النفوس فعلا وهذا اللي انتمناه يعني حقيقة أنه فعلا تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ونبتعد عن تصوية الحسابات اللي قاعد تحصل الآن فعلا أرقت الشارع الرياضي وأرقت الشارع السياسي كذلك ووصلت إلى مرحلة تأزيم إلى حتى التهديد بالتجواب سمور رئيس مزراء على موضوع 14 نادي و14 عضو الخمسة عضاف في الاتحاد يعني مشكلة بسيطة جدا لكن يبدو العناد وكل واحد يكسر خشم الثاني هي اللي وصلتنا لهذا المستوى الأسف الشديد نتمنى يعني الكل الدعي دائما أن المصلحة الكويت فوق الاعتبار نتمنى أن تطبق ولا يكون فقط شعار المهندس صلاح الدين شبكوه أنا شاكل لك حضورك اليوم وإثرائك لحوارنا في برنامج ديوان الصحافة شكرا 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 لكم وصولكم وغير وشكرا لكل مشاهدين شكرا مشاهدين الكرام طبعا نذكر في إيميل البرنامج ونتمنى التواصل معكم قبل لا نختم نتمنى في جلسة مجلس الأمة اليوم أن تكون جلسة راقية نبتعد عن الاتهامات والشتائم والسجال اللي عادة ما يصحب الاستجوابات اللي تقدم من نواب إلى أعضاء الحكومة نتمنى هذا الأمر نتمنى أن تكون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار تكون هذا العنوان يعني واقع وليس الشعار للأسف البعض يردد فقط شعار لكن من خلال الموارسة ما نشوف لا أي واقع ملموس على أرض الواقع أبدا أتمنى من أعظام السمة وتمنى كذاك من حكومة أن فعلا يرتقوا في الحوار وأن نخرج في جلسة تكون تاريخ لسجل الكويت الديمقراطي الحافل اللي دائما مفخرا لجميع الشعب الكويتي مشاهدينا الأفاضل وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم آملا أن ألقاكم قادا إن شاء الله سأدعيكم الله وإلى اللقاء